بلدنا متميزة جداً بالتنوع الجغرافي يعني عندنا تنوع جغرافي مش موجود في حتة يعني إذا أنت عندك نيل وعندك بحر وعندك شمال وعندك جنوب وعندك شرق وعندك غرب فأنت عندك حضارة إحنا النهاردة مثلاً في مدينة سهاج الجديدة والحديث عن تنمية الصعيد وجماله والعظمة بتاعته وكمان عزة أهل الصعيد وكرمهم الصعيد مش بس على فكرة عدات وتقاليد لكن كمان بيتمتع بقى بثقافة شعبية خاصة جداً هنشوفها إيه؟ هنشوفها في الأكل أيوة الأكل المشهور في الصعيد بنسمع ساعات كده نسمع حاجات مين فينا ما شافش ولا ما سمعش عن العيش الشمسي وأهل الصعيد بقى يقولك إيه؟ لا 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 استنى بس ساعة العيش الشمسي ده لما يلاقيه شوية جبنة وده أجمل حاجة العيش الشمسي ده من أيام الفراعنة يعني يشوفوا بقى من أيام المصري القديم والنقوش تقدر ترجع لها وتشوفها على جدران المعابد وطبعاً اتعلمنا ده منهم أصلاً ثقافة الأكل من أجدادنا وإزاي المصري القديم استفاد جداً من البيئة اللي هو كان عايش فيها وشكل منها بقى أصناف وأطباق وأكلات علشان تمشي مع طبيعته مع بيئته الزراعية مع المنتجات اللي عنده كل ده لحظه كمان أكتر مؤرخ ريدوت بعد مزار مصر الفرعونية قالك إيه؟ قالك إيه الحكاية قوة أجسام المصريين القدماء وصحتهم تعود إلى طبيعة أكلهم ودي حقيقة أنت لما بتشوف العمال المصريين المهرة اللي بيشتغلوا شوي طبق الفول الحلو ده شوية العيش البلدي أو شمسي أو هنعرف في كل محافظة بيدي طاقة وقوة حقيقية والأكلات دي بتاكلها كل الطبقات في مصر أكلة شعبية جدا العيش في مصر مهم حتى عندك يقول لك إيه؟ يا عم ده أكل العيش